بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومنها تركه قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح فاحتج به من قال لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة لأنهم حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا وهذا إذا لم يكن إنكارا فهو توبة وإقلاع وقد قال أصحابنا وغيرهم ومن شهد عليه بالردة فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء عنه بعد وقال بعض الفقهاء إذا جحد الردة كفاه جحدها ومن لم يقبل توبة الزنديق قال هؤلاء لم تقم عليهم بينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم عليهم بعلمه والذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قولهم لم يبلغه إياه لم يبلغه إياه نصاب البينة بل شهد به عليهم واحد فقط كما شهد زيد بن أرقم وحده على عبد الله بن أبي وكذلك غيره أيضا إنما شهد عليه واحد قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومنها يعني من الفوائد التي سفيدت من بعضة تبوك وما حصل فيها تركه قتل المنافقين الذين اتبقوا على الإطاحة برسول الله صلى الله عليه وسلم ورميه من أعلى العقبة إلى أسفلها حتى لعله يموت في هذا فبعض العلماء رحمهم الله يقول هذه جناية عظمى لكن رجوعه وإن كاروا إياها يعتبر توبة فتقبل توبة الزنديق ومنهم من قال لا لم تقبل توبة الزنديق لكن هذا ليس بجرم كبير لكنه لم يثبت لأنه لم يثبت عليهم ولو ثبت عليهم لس حق القاتل لو ثبت عليهم هذا الفعل لس حق القتل فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع الشهادة التي تشهد عليهم بذلك إلا من واحد والواحد لا يكفي شاهدا في قتل هؤلاء ومنها تركه قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح المنافق لا يقتل وإن بلغه بلغ الإمام عنه الكفر الصريح لكونه لم يقر بهذا ولم يشهد عليه أحد بهذا ولا يكفي أن يقر ذلك عند الإمام فالإمام لا يؤخذ بقوله لكونه علي هذا الشيء وإنما حتى يشهد بقوله جماعة من الشهود ولم يكمل الشهود على رواية هذا لم تثبت الشهادة واضحة عليهم ومنها تركه قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح فاحتج به من قال لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة لأنهم حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا أنكروا ذلك والمنكر يعتبر ما ثبت عليه إذا هذا الشيء وإن اعتبر ثبوته عليه يعتبر توبة ورجوع إلى الحق وهذا إذا لم يكن إنكارا فهو توبة وإقلاع توبة وإقلاع عماك أقدموا عليه وقد قال أصحابنا وغيرهم ومن شهد عليه بالردة فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء عنه بعد لم يكشف لم يكشف عن شيء عنه بعد إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا يعتبر توبة وإقرار بالشهادتين وإذا قر بالشهادتين رجع إلى الإسلام فيقال الزنديق إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يطلق سراحه ولا يقتل وقال بعض الفقهاء إذا جحد الردة كفاه جحدها إذا جحد أنه قال كلاما يرتد به عن الإسلام جحد هذا فإنه يكفيه ذلك يعتبر توبة ويعتبر ما ثبت عليه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ندرأ الحدود بالشبهات كلما وجد حد يوجب قتل المرء فإننا ندرأه بالشبهة التي تدل على أنه ما قل ما قال ذلك فإنكاره للكفر وإنكاره للنفاق يكفيه ما دام ما ثبت عليه ثبوتا شرعيا ومن لم يقبل توبة الزنديق قال هؤلاء لم تقم عليهم بينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم عليهم بعلمه فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يحكم بعلمه وإلا فالوحياته من السماء لكنه لا يحكم بعلمه فما ثبت بالشهادة أقيم عليه وما لم يثبت به شهادة لم يقم عليه الحج فإضاح هذا مثلا لو أن واحد قال أنا كافر بالله أكفر بالله ورسوله ولم يسمعه على هذا حد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يواخذ بهذا القول أم لا يقال أين الشهود الذين يشهدون بكفله ما وجدنا شاهد يشهدوا كفله فإنا نتركه أمره إلى الله جل وعلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا الشيء وحده ولا يؤخذ بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الله جل وعلا الذي يحكم بعلمه وأما المخلوق فإنه لا يحكم بعلمه ومن لم يقبل توبة الزنديق قال هؤلاء لم تقم عليهم بينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم عليهم بعلمه والذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قولهم لم يبلغه إياه نصاب البينة ما بلغه عدد كاف من الشهادة بل بلغه زيد بن أرقم رضي الله عنه وزيد صادق لكن لا يكفي عن شهادة اثنين بل شهد به عليهم واحد فقط كما شهد زيد بن أرقم وحده على عبد الله بن أبي وكذلك غيره أيضا إنما شهد عليه واحد وفي هذا الجواب نظر فإن نفاق عبد الله بن أبي وأقواله في النفاق كانت كثيرة جدا كالمتواترة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبعضهم أقر بلسانه وقال إنما كنا نخوض ونلعب وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله إنك لم تعدل والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ألا تقتلهم لم يقل ما قامت عليهم بينه بل قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فهذا إتراض على المقال إنها لم تقم البينة عليهم بالكفر يقول لو قامت عليهم البينة بالكفر فلم يقتلهم لأنه يخشى أن يتحدث الناس أن محمدا التبت إلى أصحابه وبدأ يقتلهم فالجواب الصحيح إذن أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع كلمة الناس عليه وكان في قتلهم تنفير والإسلام بعد في غربه والإسلام بعد في غربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص شيء على تأليف الناس وأترك شيء لما ينفرهم عن الدخول في طاعته وهذا أمر كان يختص بحال حياته صلى الله عليه وسلم وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير وخصمه أن كان ابن عمتك وفي قسمه بقوله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله وقول الآخر له إنك لم تعدل فإن هذا محض حقه له أن يستوفيه وله أن يتركه وليس للأمة بعده ترك استيفاء حقه بل يتعين عليه مستيفاءه ولابد ولتقرير هذه المسائل موضع آخر والغرض التنبيه والإشارة يقول رحمه الله إن هذه الجناية من المنافقين وغيرهم الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه لحق النبي صلى الله عليه وسلم فقط فحق النبي صلى الله عليه وسلم له أن يستوفيه وله أن يتجاوز عنه بخلاف حقه بعد وفاته فيجب على المسلمين عموما أن يستوفوا حقه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لهم أن يتجاوزوا عن حقه صلى الله عليه وسلم فهناك فرق بين إنسان مثلا جنى عليه آخر تكلم فيه وسبه وأعرض عنه وكذا وكذا إلى آخره هل له أن ينتقم من هؤلاء ليس له ذلك بل له أن يربعه إلى الحاكم ثم يطلب بين إن شهدوا أقام عليه وإن لم يشهدوا فلم يقم عليه شيئا وأما غيره صلى الله عليه وسلم إذا جنى على غيره فإذا ثبت لدينا ذلك فيجب علينا أن نأخذ بحقه صلى الله عليه وسلم فصل ومنها أن أهل العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر فيه ضرر على الإسلام انتقض عهده في ماله ونفسه وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه كما قال في صلح أهل أيله فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وهو لمن أخذه من الناس وهذا لأنه بالإحداث صار محاربا حكمه حكم أهل الحرب هذه فائدة أخرى تستفاد من عزوة تبوك أن أهل العهد والذمة اليهود والنصارى إذا عاهدوا المسلمين ثم نقض العهد بعد هذا انتقض عهده في ماله وفي نفسه وصار حربا للإسلام والمسلمين وصار غنيمة لمن أخذه من المسلمين فالمحارب لله ولرسوله يكون ماله حلال ودمه حلال لأنه حارب الله ورسوله فمن أخذ ماله فوحل له ومن قتله فوحل له ولعل هذه أخذها المؤلف ممن خان العهداء من أهل الذمة من اليهود أو النصارى فصل ومنها جواز الدفن بالليل كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذل بجادين ليلا وقد سئل أحمد عنه فقال وما بأس بذلك وقال أبو بكر دفن ليلا وعلي دفن فاطمة ليلا وقالت سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى هذا الدفن ليلا هل يجوز أولا قالوا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن للبجادين ليلا فالذي صلى الله عليه وسلم هو المشرعة ومعناه أن الدفن ليلا جائز وقد دفن علي رضي الله عنه فاطمة ليلا ودفن أبو بكر ليلا ودفن عثمان رضي الله عنه في الخفاء ليلا وهكذا ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل لما سمعت عائشة صوت المساحي المسحات التي يدفن بها فدل على جواز الدفن ليلا بلا إشكال ودفن عثمان وعائشة وابن مسعود ليلا وفي الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء تلاء للقرآن قال الترمذي حديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليدفن في صاحبه ليلا فأسرج له سراج ما جاءه السراج من قبل الله جل وعلا فشكر صلى الله عليه وسلم هذا الرجل صاحب القبر بأنه كان من أهل القرآن وأن هذا الذي أتاه بالسراج هو الله جل وعلا وفي الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن الأواها الرجاء التواب لله جل وعلا وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل فقال من هذا قالوا فلان دفن البارحة فصلى عليه صلى عليه صلى الله عليه وسلم في قبله ودليل هذا على دفن الميت ليلا أنه لا حرج في هذا فإن قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك قالوا لا يجوذ القبر ليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس لما قبروا رجلا قبل أن يستكمل قبره قال لهم لا تقبروا ليلا فنقول إذا قبر الرجل باستكمال قبره وما يلزم فإن هذا جاعز وإن كان فيه نقص فلا يجوذ قال الإمام أحمد إليه أذهب قيل نقول بالحديثين بحمد الله ولا نرد أحدهما بالآخر فنكره الدفن بالليل بل نسجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة كميت مات مع المسافرين بالليل ويتضررون بالإقامة به إلى النهار وكما إذا خيف على الميت الانفجار ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا وبالله التوفيق قد يكون الدفن ليلا فائدة إما أنه مثلا يسر عليه ولا يذكر عنه شيئا لأنه حاصل منه شيء مثلا يسره الليل وإما لأنه قبر ليلا لأن صحبه مسافرون ماشون في طريقهم أو لسبب من الأسباب فإن الدفن ليلا جائز نعم فصل ومنها أن الإمام إذا بعث سرية فغنيمت غنيمة أو أسرت أسيرا أو فتحت حصنا كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميصه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما صالح عليه أوكيدر من فتح دومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد وكانوا أربعمائة وعشرين فارسا وكانت غنائمهم ألفي بعير وثمانمائة رأس فأصاب كل رجل منهم خمس فرائض وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السرية من الجيش في حال الغزو فأصابت ذلك بقوة الجيش فإنما أصابوا يكون غنيمة للجميع بعد الخموس والنفل وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجعل لبعض الغنائم بعض السرايا الغنيمة لهم بعض السرية إذا كانوا قاموا بذلك إذا قاموا بذلك وحدهم فإن الغنيمة تكون لهم ولا تكون للجيش كله أما إذا كانت الغنيمة أخذها واستوحقها واستولى عليها الجيش بكامله فإنها تكون لكامل الجيش فصل ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم فهذا محال لأنهم قالوا له وهم بالمدينة قال هو هم بالمدينة حبسهم العذر وكانوا معه بأرواحهم وبدار الهجرة بأشباحهم وهذا من الجهاد بالقلب وهو أحد مراتبه الأربع وهي القلب واللسان والمال والبدن وفي الحديث جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم من هذا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إنهم معكم شاركوكم في الأجر قال يا رسول الله وكيف شاركون في الأجر قال إنهم معكم حبسهم العذر فحبس العذر للمرء يجعله كالمجاهد في سبيل الله حبس المرء للعذر يجعله كالمجاهد في سبيل الله وليس معنا هذا أنهم معهم في الجهاد والقتال فليس كذلك بل هم في المدينة والمجاهدون في تبوك ما أحد قريب من أحد وإنما هم شركوهم في الأجر لهمتهم والعالية وصحبتهم للمسلمين وكونهم معهم في قلوبهم ويدعون لهم بالتوفيق والسداد وهكذا هذا واجل الله جل وعلا أن يمنا علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الفداة المهتدين إنه سبيع مجيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يقول السائل هل هناك فرق بين الزنديق والمنافق نعم يا أخي هناك فرق الزنديق يتكرر منه الشيء والفعل يتكرر منه الشيء يتوب ثم يرجع إلى ما كان عليه يتوب ثم يرجع هذا يقال له زنديق وأما المنافق فوغالبا على ما هو عليه يقول السائل فكفن في كفن غير طائل ما معنى غير طائل يعني غير كافي لا يسره ترجمة نانسي قنقر يقول السائل جاء من الجزائر واعتمر عن نفسه ويريد أن يخرج ويحرم من التنعيم ويعتمر عن أمه المريضة فهل يجوز هذا جوز هذا بعض العلماء ومنعه بعض العلماء ولعل الجواز أقرب ما دام أنه يعتمر يأتي بعمرة كاملة من التنعيم فلا بأس عليه يقول السائل ما حكم الزيارة التي يقوم بها المعتمر مثل زيارة جبل عرفات وغار حراء إذا قصد بهذه الزيارة تقرب إلى الله جل وعلا فلا يجود له ذلك لأنه يعتبر مبتدع وإذا قصد بذلك الاطلاع والمعرفة ومعرفة الشيء فلا بأس عليه لأنه يعتبر من باب العادة والاطلاع زيارة جبل عرفة اشتركوا في القناة يقول السائل ما حكم الإسلام في المعاملة مع البيوك الربوية وما الحل إذا أراد الإنسان أن يطهر ماله من الربا المعاملة مع البيوك الربوية لا يجوز للمسلم أن يتعامل معهم في معاملة ربوية وأما التعامل معهم تعاملا صحيحا فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي آصع من شعير لأهله وحال مرضه اشترى آصع من شعير حال مرضه وليعهود يتعامل بالربا ولا يتوقفون عنه فالمسلم إذا تعامل مع البنوك الربوية معاملة صحيحة فلا بأس عليه وأما إذا تعامل مع البنوك معاملة فاسدة فالفساد يطهون عليه وإذا أراد الإنسان أن يطهر ماله من الربا يبتعد عن الربا الربا بين الربا بين يبتعد عنه ويطهره وإذا أراد أن يصدق بشيء من ماله تطير الله فالزكاة تطهر المال على سؤالين ترى المستقلات ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع يقول السائل هل الاجتماعات والاحتفالات هذه وسائل كبقية الوسائل لا تحلل ولا تحرم حكمها حكم ما فيها فقط الاجتماعات والاحتفالات لا تخلوه إن كانت في وقت مباح فلا تحرم وإن كانت يراد بها التحريم أو يراد بها التشريع في دين الله فلا كمن يحتفل مثلا بعيد المولد هذا محرم أما من يحتفل بولادة النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم من الأيام سرورا باحتفال بولادته صلى الله عليه وسلم فهذا جائز يعني إذا احتفل بأن هذا المولد سنة وطاعا لله وقربا لله فهذا لا يجوز أما إذا أكرم إنسانا في وقت المولد فلا بأس بذلك أن يكرمه ويدعو له بالتوفيق والسداد يقول السائل هل سب الدين يعتبر ردة وقد قالها لفظا إذا سب الدين الإسلامي فهذه ردة وكفر وضلال إلا إن تاب فالتوبة تجب ما كان قبلها لا الرجل شكرا للمشاهدة يقول السائل جئت من الجزائر واعتمرت عن نفسي وأريد أن اعتمر عن الوالد وهو متوفي فما الحكم يحسن بالإنسان إذا أراد أن يعتمر عن غيره أن يخرج من مكة إلى المدينة مثلا لزيارة المسجد النبوي فإذا عاد من المسجد النبوي إلى مكة فيعود إلى مكة بعمرة عن من شاء يعني العمر يحسن أن تكون عائدا من راجعا إلى المكة متقدما جائر للمكة خاصة بهذا الشيء أما أن تخرج وأنت في مكة تخرج لتعتمر فهذا محل إشكال وخلاف بين العلماء رحمهم الله يقول السائل ما حكم التعامل مع بعض الطوارين؟ التعامل مع بعض الطوائف الضالة؟ التعامل مع بعض الطوائف الضالة فيما يتعلق بظلالهم لا يجود للمسلم ذلك أما ما لا يتعلق بظلالهم في البيع والشراء مثلا خرافي أو مبتدع تشتري منه منزل أو دار أو أرض كل هذا جائز لأنه لا علاقة لذلك أما أن تشجعه على ظلال هذا فلا يجود للمسلم ذلك يقول السائل هل إذا مات الشخص ليلا من باب إكرامه الإسراع بدفنه أم تركه في الثلاجة المستشفى لدفنه نهارا؟ إذا كان تأخيره في ذلك مصحة فلأجل أن يعلم عنه الناس أو يصلي عليه جماعة أكثر لا ذا أو لا أم تركه في الثلاجة المستشفى لدفنه نهارا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا 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 شكرا